الفقرات اللي زي كده بقى تروح عامل كدهو عشان بنستعد بيها لإيه للأسستر الأول منورنا أسستر الله يخلي إزاي الصح كل شيء تمام يا رب نستعد بقى للوليمة الرمضانية نستعد بقى للصحور الرمضاني بس قبل الصحور الرمضاني نخش على وليمة الدرامة الرمضاني ما هي ما هي منها نرغي تصحور من الفطار للصحور طيب يمكن اللي أنا عارفه مثلاً أن احنا أنا شايف أن احنا عندنا كم لابأس بي بل هو كم مهائل رائع من الدرامة الرمضانية متوزع على مختلف القنوات والشبكات احنا عندنا هنا في القولة مثلاً وكمان موزعة يعني فيه كوميديا وفيه أكشان فيه كل الأنماط وفيه السنة دي نسبة كبيرة لوجود الكوميديا يعرف تقضناها فترات الأخيرة الكوميديا بمعنى الكوميديا لا المرة دي فيها مش كويس قوي منها اللهي أنا اللي خدت بالي أقرب حسني مكتوب علي لا فيه كتير غير أقرب يعني لساً يسرى راجعه درعة يبقى كوميديا آآ مين كمان آآ عندك أظل من شكلها كده بتاع آآ 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 روبي عامل حاجة برده فيها كوميديا لا فيه أكثر من عمل كوميديا في أكثر من حاجة كوميديا طيب احنا عندنا مثلاً في الأولى نزلين بحاجتان يوترن وملف سري يوترن ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد عودة إلى الأستاذ توفيق أو يعود إلينا الأستاذ توفيق عبد الحميد مرة تاعة وسامح مخرج كوي سامح عبد العديد جدا جدا ومهم يعني أنه يبقى فيه لأنه ريهام كان يعني إيه محتاجة فعلا لمخرج فهم يوظفها صح في تجارب الأخيرة أو آخر تجربة تحديدا ما كانش فيه فن قيادة ممثل لأ أنا متصور أنه وجود سامح بايز حيفرق لأنه ريهام موهوبة بس عايزة مخرج يعني ما تبقاش كده يعني ما تبقاش حرة مطلقة في كل حاجة لازم كتابة ولازم ولازم واضح أنه في الآخر يعني إيه أيقانة بده بأهمية ده بأهمية ده وملف سري هيبقى هاني سلامة هاني طبعا له باع طويل هاني من الأيام المصير تتكلم على ربع قرن من أيام المصير من أول ما بدأت وكانت طلب كان وانا كنت موجود أيميها كان اليوبيل الزهبي كان يوظف شهين طبعا موجود وخد تكريم عن إنجازه والمصير عالد في المسابقة الرسمية وهاني صعد على السجادة الحامرة لأول مرة وهو لسه يعني في بداته يعني صحيح في العشنات من عمره يعني راجل له باع وله طريق ما هو هاني هاني سلامة من النجون السلامة فتك العام المسلسل حلوة اللي ما بقدرش ما بقدرش مش قادر أصدق إنه هاني بيكبر في السن يعني هاني يصغر مني بسنتين تلاتة ماينفعش هاني سلامة لازم يفضل طول الوقت هاني سلامة لا مش من صالحه لا لازم يكبر ولازم يتغير وهو بيتغير يعني شوف السنة اللي فاتت بين السماء والأرض هاني كان متغير مش ده هاني اللي انت شفته مع يوسف شهيد طبعا يعني لا لا بالعكس ده هو ولا هو هاني سلامة بتاع لما كان عمل شخصية واحد اسمه ليل اللي بيقتل الناس وبتاع يعني بقدر ده مش هاني سلامة يا جماعة اللي احنا نعرفه لا هاني بتطور وعمل بيتطور لا بيتطور وإنه الزمن مش بستعالت إن انت تبقى يعني محتفظ بالشباب بالمعنى المباشر لكلمة الشباب يعني يبقى ملامحك شابة والزمن ما قالش حاجة لا الزمن لما بيقول كلمة الزمن إذا الممثل ما خدش الزمن لصالحه الزمن يقتله لازم الزمن بيغير فيك بس بيغير الإيجابي مش هو التغيير سلبي يعني حتى لما بنكبر حتى لما ملامحنا بتكبر مداء له بيفتح له السكة لأدوار أخرى طبعا يعني فلا أنا رأيي إنه وهاني مستوعب ده وده يبقى يعني نقدر نقول إن هو لازم يتطفق معاه هنا زكاء الممثل آه في الاختيارات بقى إنه ما يحاولش يفرمل الزمن أكتر مما يجب برافو عليك في كتير أو في مقاس كتير لبعض الفنانات أكتر من الفنانين إنه وبعض الفنانين طبعا لكن الفنانات أكتر إنه يعني نصابه الزمن العداء والزمن لا يمكن لا يمكن لأحد إنه هو ينكر إنه هو قوي وتأثيره مباشر ولا يمكن إنه أنت تنساه أو 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 يهزم يعني يعني الزمن يهزمك لكن لن يهزم سيظل الزمن هو الزمن خليه صديقك بقى فين جوم صاحبه الزمن وتطوره صح وفي اللغة اللحظة الأخيرة موجودين وهنا المسألة مش ملامح بس إبداع طبعا عبدالوهاب لغاية تسعين سنة كان بيلحن صح وغنى طبعا هي كذبة شوية كانت غنى دي بالصحيحة إنما لأن هي يعني أنا سمعته ده مش حقيقي ولا يه أو ما أنا حاولك بقى دي كانت عبدالحليم عملها سبعة وسبعين في البروفا أوكي عبدالحليم مت سبعة وسبعين زي ما تعرف فبعد كده اتخذت وكان فيه مهندس عظيم الله أرحمه أسوه زكريا عامر ده مهندس صوت مصري عظيم بإمكانيات ضئيلة جدا بنتكلم على سنة كام سبعة وسبعين آه الغنوة دي هو طبعا عملها نهاية تمانينيات خد صوت عبدالوهاب في البروفا أوكي ده مش صوت عبدالوهاب سنة تسعة وسبعين تمانين لا سنة تسعة وثمين تسعين أظن آه آه لأ كان نهاية تمانينيات ده مش صوت عبدالوهاب في اللحظة صوت عبدالوهاب سبعة وسبعين وهو على البروفا بالعود لأ وخدها هذا المهندس العظيم وتركبت فرقة موسيقية بتاع أحمد وقت حسن على عود وأداء ده نعند الصوت عبقري آه زكريا عمل ده نعند الصوت عبقري ما خدش حقه لحقيقة وبعدين كان مفضول منه أنه هو ما جيبش سيرة يعني في حاجة أنت ممكن تعمل عمل عظيم جدا بصلك اوعى تجيب سيرة لك عملته لأنك لو قلت لعملته يبقى معناها باظت الدنيا فهو اشتغل من الباطن عمل كل ده ولم يبح باسمه لأحد للأسف آه يعني ده عمل عبقري صوت عبدالوهاب سنة سبعة غربنا حق هذا الرجل آه بس خطوة لك عبداللهب كان ساعتها كبير برضو كان عبداللهب مولي سنة واحد يبقى ده معناها 76 سنة 76 سنة آه بس كان لست ودي قدرة عظيمة على أن أنا غني بهذا الشكل وأنا عندي 76 سنة آه بس الناس كلها هو قرروا في شركة صوت الفن مجد العموليسي أنه هم نعمل اللعبة دي عبدالوهاب في التسعين أو يقترب من التسعين وبيغني فأنت خلاص خلصت جاب جون لو قال لك في 76 تول عادي يعني آه حلوة بس يعني ما هيش مبهرة أوي هي حركة ما تصحش بسراحة يعني كان لازم نبقى عارفين يعني أنا عدت العمر ده كله من سنة التسعين عشان ما سألتنيش صح آه يعني 32 سنة أنا قاعد متصور أنه السيد عبداللهب والله يرحمه غنى في هذا السن بهدي القوة وبهذا العنف هي تركبة أصلها تعملت بشكل زكي جدا أوي كان برنامج حديث المدينة يعني كاتبنا الكبير والأساس موفيد فاوزي والإعلام العظيم موفيد فاوزي طبعا كان بيعمل وكان بأسعي ساديسة مكسر الدنيا يعني كلنا كنا نتفرج عليه طبعا ما كشفيه فضقيات فعمل البروفا فأنت شايف عبداللهب في البروفا فمصدق انت شفت البروفا أيوة فأنا جا أقولك أن ده عبداللهب سنة 27 تقولي إزاي ده أنا شايف البروفا بنفسي صح صح فتعملت صح دائما أستاذ طارق يفجر لنا مفاجآت مستمرة ما إحنا جايين للموضوع بس أنا أستاذا هروح لفاصل هنرجع بقى من الفاصل نتكلم حبا على دراما رمضان ورؤية أستاذ طارق الشناوي لدراما الرمضانية كل عام وإنتم بخير أستاذ طارق لسا إيه اللي حتة جملة خليتني قادع من الوقت يبتحك من جوا يا دحك لازم أرفص كده واتنطط المهم خلونا نجدد ترحيب مرة تانية بكاتبنا واناقدنا الفاني الكبير والسستارق الشناوي وهرجع على دراما رمضان كيف بقى هنا يرى والسستارق الدراما الرمضانية اللي احنا مقبلين عليها من حيث التنويع زي مينك نحواتك تفضلت في بداية الفقرة ومن حيث أيضا التوزيع وعدد النجوم يعني حد من الصحابي مش فاكر مين من زمالي كان بيقول لي عمليا رمضان السنة دي كله شغال في كتير طب صعب تقول كله مستحيل في العالم كله بيش الناس كلها بس فيه جزء كما كانش موجود ورجع زي ما اتكلمنا من شوية عن توفيق عبد الحمودين طبعا اللي أنا كمان ممكن يستوقفني فكرة انه محمد رمضان مع محمد ياسين أظن دي المعادلة دي هتبقى أخطر معادلة موجودة ليه محمد رمضان طبعا نجم كبير وعنده شعبية وجماهرية طاغية ولكن رمضان دايما موجود في الأعمال بإرادته يعني له إرادة على كل التفاصيل يفعل كلمة يرفع عليك على التأليف وعلى الإخراج وكله أوكي المرات دي لأ محمد ياسين مش بتاع الكلام المرات دي فيه مخرج وده زكاء من رمضان انه هو قرر انه استعمل مع مخرج وعايت يقولك انه أنا فاكر رمضان من حوالي مثلا عشر سنين كان فيه مشروع واحد عند لوض عبد السيد اسمه حب واحد عند محمد خان اسمه المصول والقنبلة يعني يعني عايت يقوله هو كان فاهم من زمان انه لازي بقى فيه مخرج وطبعا لما تقول داود أو خان يعني معناها فيه مخرجين فيه إرادة مخرج زي محمد ياسين إرادة فيه هنا مؤكد هتلاقي محمد ياسين موجود في مشوار في الدراما طبعا الأمر غير المشكوك فيه انه رمضان زكي فنان موهوب ديش فيه شك لا لا موهوب ونجم عنده يعني فكرة النجومية عنده كبيرة نجم هو نجم طبعا نجم طبعا وممثل عنده كمان إضافة فيه نجوم بيبقى يعني فن أداء المثل عنده قليل لا الرمضان ممثل ممثل ونجم لكن عنده حاجات بتحتاج لضبط بقى أيوة لو فيه مخرج المرة دي فيه مخرج ومخرج مشهود له شوف أفراح القبا كان من أربع سنين تقريبا أفراح القبا مش كده شوف ها يعني مخرج بقى مخرج مفيش عنده حاجات كده بيسيبها لزكاء الممثل لا أو لإرادة الممثل لا هنا كل حاجة تبقى مضبوطة التصور كده طبعا المخرج الزكي زي ياسين وده تلميز مين تلميز الميز ده عرف الطيب عارف إن فيه مساحات يسيبها للممثل بس مساحات مقننة أوكي يعني أكيد أكيد هو شايف في حتة هتلاقي إنه رمضان الممثل فيها موجود بس موجود أيضا بعين مخرج حلو قوي طيب أنا يمكن عاوز شوية أتطرق لمسألة عودة الأستاذ توفيق عبد الحميد للعمل مرة تانية في الدراما بعد فترة توقف ده في حد ذاته أنا بشوفه شيء رائع هو إنسان رائع وفنان رائع وله يعني في الضمير الجامعي المصري والعربي يعني إيه صورة ذهنية جميلة حافظ عليها عمرك ما تلاقي الأستاذ توفيق عبد الحميد بيستجدي شغل أو بيكلم عن شغل خالص وتطلع عليه مليون إشاعة مولوش دعوة بالكلام اللي بيتنافر ده راجل يعني على كل مسؤولات الفني أيوة والإنساني عشان كده أنت لما بتيجي تصنع قيمة مش بس أنت على الشاشة إيه أو رصيدك إيه في الأغاني لأ أنت كمان مواقفك إيه فراجل مواقفه جميلة الناس صنعت منه من أدواره نجمية يعني يمكن أن يتصدر الشاشات والأفشات دي مش قائمة أو التتراتب هو رقم واحد مش دا الموضوع لكن هو رقم واحد في وجدان الناس وده الأجمل وده الأبقى كمان أنك إنت من فرض صدق هذا الرجل واعتزازه بكرمته وثقافته وترفعه هو حالة تستحق أن الواحد يعني يدرسها قوي يعني مع الأسف يعني علاقتنا مش مش وطيدة بس فيه بيننا هذا العمق أنا شايفه كويس يعني أنا من الناس اللي شايفين أستاذ توفيق بشكل جيد جدا أصلا أنتفق معنا حضرتك قوي في إيه أو في كل اللي قلته خصوصا أنه هو فعلا حتى وإن كان البني آدم لا يمتلك علاقة مباشرة حتى من أستاذ توفيق لأنه أي حد من المشاهدين يحسسك أنه أيه إحنا عارفينه وبنحبه لا واحترام يعني خل بالك يعني فيه صفة الاحترام لصيقة بهذا رجب الاحترام قوي أيها الناس لازم لما شوفه تحترمه تحترمه فهو عنده الحتة دي عمورك ما تلاقيه داخل في معركة ده الكلام ده من زمان قوله من بداياته لم يدخل في أي معركة جانبية عمره ما استعجل للنجومية النجومية هي اللي كانت بتبحث عليه بيطلع من دور لدور وبيأثر علينا من دور لدور والناس ومساحة الحب بتزداد أيضا حتى البعد بيتحول لحب أكيد سنوات الغياب عند الفنانين الكبار بتبقى حضور منهم توفيق عبد الحميد غيابه يتحول إلى حضور فيه بقى بعضهم اللي ما عندوش حاجة حضوره يصبح غيابا كلما حضر يغيب يغيب لكن لساس توفيق لساس توفيق يعني حاضر وهو غائب وحاضر أكيد وهو حضوره بزد وهو وهو في عمل فني يعني خلال 48 ساعة كلنا حنتفرج علي بإذن الله أنا أعتقد أنه أحد من أكبر وأحلى ما كسبنا في رمضان ده عودت ساس توفيق مرة تانية أنا قرأت له حاجة هو حتى مع ريهام قال لها أنت بنتي يعني زار طلع بنته في الدراما ده اللي فهمكم وارد قال لها أنا أنا أكتشف 48 ساعة زيبا أنا ما عنديش بنات فانتي بنتي بالمعنى ده إحنا فيه انتظار رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين حنكون صحابك طيبة وساس طارق والناس كلها طيبة رمضان كريم الله أكرم ولازم هنلتقي بقى في رمضان نوع بنوحلل ونفصل الأمور تفصيلا يشرف ونتسحر صحورا دسما لا ما شك فيه يصبنا بالعطش لأنا ماسمع كتير منك كلام على هذا النحو بس أنا بتحققش بس أوكي أرجوك مش كده مش قدام الناس مش قدام الناس بس أنا احنا متفقين ان أنا هعمل طبخة لطيفة عشوة خفيفة للأستاذ طارق مخصوص بس كل مرة ما باده بيسافر ما أنا أعمل ايه هو الرجل يعني يا رجل مطلوب في كافة لا أنا في رمضان أعد لك أعد لنا؟ أوكي تنورنا ده احنا نتشرف كل شكرا لحياتك مرة تانية شكرا جزيلا شكرا جدا لحضراتكم كل سنة وتطيبين ورمضان كريم وربنا يعيدوا علينا جميعا بالخير وباليمن والبركة احنا نبقى موجودين معاكم برضو في رمضان إن شاء الله هتختلف بس الموعيد وهتلاقوا كل الحاجات موجودة قدامكم على شاشة الأولى تابعونا دائما تجدوا ما يا سركم أما أنا فأنا كده روحت وعلى طول هتلاقوا داخل عليك وحيلا كريم رمزي سالما غانما ينورنا وبرنامجه هو يبقى رقم عشرة أما نحن دائما معكم في التاسعة سلامات